اي فيفا كوين افضل ارخص موقع لبالكوينز ريب التسليم وبيدعم اللغة العربية ومضمون من الباند والتصفير وبتعامل معه انا شخصيا الرابط كود الخاص الموجودين تحت بالدسكريبشن وايضا متجر ليجندري بيوفر كوينز باسعار جدا مناسبة وطرق الدفع تحويل بنكي للبنوك السعودية وطبعا طرق التواصل مع هالمتجر كله رح بتلاقوه كمان بالدسكريبشن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من نور السوري قمر مع كل يوم مقتش دي من سلسة تحديات الفوتو درافت وطبعا مثل ما بتعرفوا اليوم اياب كأس الملك ريال مدريد ضد نادي برشلونة مباراة الزهاب انتهت بنتيجة واحد واحد فهاي مباراة الاياب رح بتكون وفكرة تحدينا لليوم انه رح نحاول نعمل تشكيلة كاملة من عناصر برشلونة وريال مدريد بالفوتو درافت فبتمنى بلما نبدأ دعمك بزر لايك وتشترك بالقناة واحش اذا ما كنتم تشترك المقطع الم الماضي وصل فوق الاربتاشر او خبستاشر الف لايك يعني ارقام جدا جدا رهيبة بالفترة الاخيرة والله ما نعرفان كيف اشكركم فوصلوا هادا المقطع لتمنى تهلاف لايك اول ما بيوصل فبنزلكم التحدي الجديد اذا وصل اليوم فاكيد رح بنزلكم التحدي جديد اليوم واللي ما تعبع حلقة الماستر ليك اللي نزلناها اليوم بامكانك تلاقيها بالقناة فخلينا ندخل ونشوف التشكيلات يا رب اربعة ثلاثة ثلاثة اوكييييييييييييييييييييييييييي اوكيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي فبداية جدا ممتازة لكن قبل هيك في شي حاب ببورجيكم اياه فطبعا شوفوا شوفوا هاي تشكيلة الاسبوع الجديدة شوفوا من اللي موجود فيها آآ لسه ما حقا المهم انه مثل نزل انفورم جديد نزلت لبطاقة انفورم برايتنج 97 ما بعرف ازراء ممكن انه تطلع لنا بالادرافت ولا لا لكن لحد الان اللعبة ما استوعبت هذا الشي فخلينا نشوف مركز الاستي بسم الله اوكي الله لعب من ريال مدريد والله حلو كريم بن زيموا مع انه السوء لاعب من بين الموجودين بس بيضل لاعب من ريال مدريد فحاليا لاعب من برشلونا ولاعب من ريال مدريد منشوف السوم في مودريج في عرثر في كروس في كثير اوه انيستا ألالا auch Toni cross والله لو انيستا ببي برشلونا كان الاحتمام الكبير اني اختاره لكن بنختارت توني يكروس لعبين بريال مدريد ولاعب من برشلونا والله شكل التشكيلة تيصير الى الداشرة لاعب من الفريقين الله 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 مودريجرش وراكيتيش مودريتش وراكتيتش بصراحة اشوف اذا اخدت راكتيتش بصير لعبين بلعبين بس مودريتش افضل فرح اختار مودريتش مع اني بشجع برشلونة بس اكيد يعني مودريتش افضل من راكتيتش منشوف الجناح اليمين بسم الله لعب ضعيف صح؟ لعب ضعيف اوكي في شيء ممكن ينفعنا؟ ما في اي شيء خلص خد هدا الجزائري يارب اللي لسه فيه قابل يطلع لنا ميسي فيه لعب كتير ممكن انها تطلع لنا اوه حتى هون لعب ضعيف رح اخذ روبين بينا منشوف السي دي ام في بوسكتس وفي كاسيميرو اي واحد منهم بيكون ممتاز بوسكتس حاليا لعبين من برشلونة وثلاثة من ريال مدريت نحن محتاجين اللاعبين اللي عليهم الكلام يعني مثل ميسي يعني صح طلع لنا مودريتش ممتاز بس محتاجين سواريز او ميسي او راموس يعني هون ما بيجينا اوه في شي دوري اسباني ما في في جنسية اسبانية طيب اي شي خلص يارب هون مارسلو او جوردي البا باذن الله اوكي لا ما بيجيني لا مارسلو ولا حتى جوردي البا فا افضل شي في عنا غريمالدو وعنا مندي فرح فضل مندي لانو بيشبك مع ديالو ما شي معقول لغاية الان في عدد لعبين لا بأس به وهون اوه بيبي كان بيلعب بريال مدريت من زمان بس حاليا لأ فرح اخد هون عادر رامي وبيعطي تنغم كامل لمندي فش ممتاز خلينا نشوف شوي من الاحتياط انا عم بستنى اللعيبة اللي عليها الكلام الله سيرجي راموس وسيرجي روبرتو بس اكيد ما اللي رح ضيع لاعب مثل سيرجي راموس علي فحاليا كم لعب اربعة من ريال مدريد واثنين من برشلونة ان شاء الله انو يطلع لنا اللعيبة من برشلونة بيبي بقنا يا رب اوه من ريال مدريد مرة تانية شوف الله لعبة الريال مسيطرين على التشكيلة في كم لعب صار؟ خمس لعبين من ريال مدريد خمسة صح؟ خمس لعبين فعليا ولعبين فقط من برشلونة لسه يا رب بيطلع لى ميسي يا رب اوكي هم ما فيه الا لا 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 اخذ هذا الارجنتيني فيه احتمال انه يعني يطلعنا ميسي فبيساعدنا بكي او امتيتي بيكون ممتازين لا ما بيجينا بيجينا تياغو سيلفا وفيه اليكساندرو لي جنسيته ما رح تساعدني للأسف وتياغو سيلفا كمان جنسيته ما رح بتساعدنا بس يعني افضل واحد فيهم بسم الله منكمل لسه ما اخترنا الحارس لغاية الان يعني اوه عنه نحن ظاهرين دوري اسباني صح عنه فرح اخذ الاسباني هات في قابل اطلعنا ترشتيغن او كورتوا اي واحد بننون يعني لو طلعنا اي واحد كان بيكون شي جيد فهون في دوري اسباني ما في في دوري الماني بشكلة نحن بدنا يا دوري اسباني ايوه في دوري فرنسي تعال على الاعلى اللي بيشبك مع عادل رامي سرجي روبرتو او كربخال لا لا بيجيني لا سرجي روبرتو ولا كربخال في عنا ارياس وعنا كوكي هادا بما انه عندي زهير يمين اسباني فباخد ارياس ومننزل هادا او التناغم هيك كامل ما له محتاج يا رب بتأمل انه يجيني ميسي باذن الله اوكي امبابي امبابي ولا امبابي ما بعض اضيعت شوي اوكي ماشي مازال مازال عنا فرصة باذن الله ميسي او سوارس لا يا جماعة وين ما عدتوا طلعتولي صح انه اقويرو ممتاز بس بدي بدي شي من برشلونة او من الريال مدريد او بورتوف بقى لنا مركز الحارس الاحتياط قصدي كاسية من الريال مدريد والله حلو مع انه هلا انتقل يعني المفروض بس بيضل يعني عنصر من عناصر الريال حاليا فيه واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة من الريال مدريد واثنين فقط من برشلونة يلا ماشي ما في مشاكل الا ما يطلع لنا لعب كمان من برشلونة اوكي لا يا جماعة بدي ميسي والله بدي ميسي ادل حال انه يطلع لي ميسي فهون بيطلع لي ايدن هازارد واخر لعب التشكيلة بيكون اللي هو رحيم سترلينك اوكي كم لعب التشكيلة كاملة نحن رح نحصى بعدد اللعبين من برشلونة و من ريال مدريد الهجوم كامل وخط الوسط كامل واحد من الدفاع والحراسة يعني في سبعة من اللعبين من برشلونة و ريال مدريد يعني التشكيلة اغلبة من عناصر برشلونة و ريال مدريد فاذا حبيت اني بدل فما رح نحصى نطلع اي لعب من برشلونة او من ريال مدريد يعني ممكن اني يطلع عادر رامي او ميندي او ارياس غير هيك يعني لا فين ينزل لا اقويرو ولا هازارد ولا اي لعب فبتمنى فهمتوا الفكرة خلينا نختار مدرب اذا بيجينا فالفيردي بيكون جيد جدا او مو كلهم يعني برونزين في واحد ذهبي مين ممكن يساعدني شوي في دوري فرنسي طيب ولا شي شوف ها في اي مدرب التناغم عند اغلب اللعبين كامل مع عادة عادر رامي هو الوحيد اللي تناغمه ناقص فرح باخد هذا المدرب الفرنسي فالتشكيلة والله حلوة في عناصر ممتازة مع انه كنت بتمنى يطلع لي ليونال ميسي لكن بغض النظر عن هيك ستلعب اكتر شي من ريال مدريد و مبرشلون اللعبين فقط فخلينا الان ننطلق على المباراة لكن قبل هيك اكتبوا لي توقعكم لنتيجة مباراة الاياب تحت بالتعليقات فخلينا الان ننطلق على المباراة و ان شاء الله انه نحسن نفوز بهذا التحدي وهو بطأم البرازيل ونحنا بطأم الطليان فخلينا نشوف تشكيلة اللي ضدنا اوه عنده ميسي اخي والله كنت متمنى يطلع لي ميسي شوف عنده ميسي و مرسله من عناصر يعني برشلونة و ريال مدريد وتشكيلته بصراحة جدا رهيبة هجومه خطير خطوسته خطير دفاعه الازهره ممتازين يمكن قلب الدفاع شوي تعبانين و حارسه كمان يعتبر حارس خطير والله نشوف كم تبديل عندي ما بحسن ننزلهم اذا بدي يطلع ممكن يطلع عادر رامي و نزل تياقو سيلفا ولا عادر رامي ممكن يكون افضل لا رح نزل تياقو سيلفا بما انه يعني ما يعتبروا اصلا الاثنين لا من برشلونة ولا من الريال مدريد فخلص بس هذا التبديل الوحيد اللي رح بيكون فبسم الله بنبدأ المباراة يا الله تقيل بنزيمة يا جارثبيل يا اسطوري الله عليك يا جارثبيل يا استلام على قطع الاسطورية والهدف الاول بالدقيق اثنين والله كفو كفو اللاعب فعليا ولا اروح الهدف شوف كيف اطعام اما رسله شوف 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 والله اروح قطالية مطبيعية بس بالحقيقة هو يعني معروف كيف صار مستوجرة بالها اليومين واو الله عليك يا بوسكتس والله يتدخر رهيب بوسكتس وين يا بوسكتس والله حرام خلطة كبيرة من بوسكتس شوف رفعها والله فكرت فاتت الله يغضق يا حرس ايها جميل الكوبانية بالفنزمة بسيطة كبيرة شوف احيانا x2 موسيقى مودريت جيد وبوسكتز جيد بس كروس ممتاز يعني وراموس ممتاز قدام مستوى رهيب والحارس يعني قدى اللي عليه الله الكيك اوف شفتوا الكيك اوف شو بتعمل يا الله ميس يا اخي مو طبيعي والله مو طبيعي هاللاعب شوف دل بيرو الحمدلله اللي ضيعت دل بيرو يا حرام والله لو يسكتز المدلول يا توني كروس حرك للحارس تب تفضل المداد تب تحرك المداد إليسوكي والاكتور حكرا يجب أن يدعيي بطريقة الأحليم يجب أن تتلقى الشخص يجب أن يطرح المكان يكن هنا من أحياء المكان يجب أن تزدق قمة الأمير لا يجب أن تضح عليه ما هو الخ patients تقود الوحيل الوحيل تعجب الدنيا ذاً المال هو ذلك الوحيل largo الكابل التفجد ل 업asing الروحيل لا 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 بالغلط للكبسة مربع اكس يا الهي الله يستر الله يستر الله يستر من السلكان الله يستر من السلكان شفتوا الفرصة اللي ضيقه بنزيمة ما بعرف يعني شلون ضيقه أصلا شوف كيف شوات إضافية أخي والله حرام يك مبارا راح فيها شوات إضافية ترجمة نانسي قنقر 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 اترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر انها inclusion خاصة ب pergunta بره 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 الله ياخذ هالمباراة يا اخي والله بكره ضربات الجزاء والله بكرهها يعني معقولة مباراة اليوم تروح ضربات الجزاء لو على هالحالة حصيات اغلبة لالنا معدد تزديدات المرمى لالنا افضل اكتر يعني فحرام الخسارة بهيك مباراة على العموم يعني واحد واحد هي فعليا كانت رح بتروح شوات اضافية ضربات جزاء لو بتنتهي مباراة اليوم واحد واحد هذا اللي رح بصير فشوفوا فعليا ما في واحد بالتشكيلة يعني قدرت اني اعتمد عليه بشكل كبير يعني لو كان كريستيانو ضل بريال مدريد او طلع لي ميسي يعني هلأ من برشلونة كان ممكن لك غير عن هيك شوف حتى تقييم لعبته جدا سيء ما في غير لعبين او تلت لعبة يعني عنده فوق السبعة تقريبا وين يعني ما في اداء بهالمباراة اصلا لا من مني ولا من الخصم فخصرنا بهذا التحدي بضربات الجزاء واللي انا اصلا بطلت اني اعترف بشي اسمو ضربات جزاء لانه بصراحة تعتمد على الحظ بشكل كبير فهيك بنادر نوصل لنهاية هذا المقطع لا تنسى ضغطك على زر لايك وتشترك بالقناة اذا ما كنتمشترك اول ما نوصل طبعا 20000 لايك فرح بنزلكون التحدي الجديد فبس هذا اللي كان عندي اليوم في امان الله موسيقى